أريد أن نذهب إلى موضوع آخر نيفين ولي هو حكينا عنه يوم الخميس حكينا عن تأجيل حفل الأزن قوي اللي كان مقرر يوم الجمعة أي أول بارح وحكينا عن تأجيله وإلنا أنه فيه إلى أجل غير مسمى وما منعرف الأيمان بس اليوم نحن في عندنا المعلومات الكاملة واللي رح نقدمهن أكيد للمتابعين وكنا قلنا لهم كاريم يوم الخميس أنه يوم الأحد رح نوافعوكم ونجيبوكم أخبار أكثر عن هذا الحفل أصدرت الشركة المنظمة لحفل الأزن قوي واللي كان من المقرر إقامته بالقاع البيضاوي محمد بوضيا في يوم الجمعة الماضي بيانا إلى الجمهور العريض ومحبي الفن والموسيقى اللي كانوا على موعد مع موح ميلانو جليل بلايرمو الدي جي مولاي والرابر امسي ارتزان محمد بوليفان والفنان بازيز وغيرهم أعلنت فيها عن موعد الجديد للحفل واللي كان قد ألغي وسط صدمة الكثيرين هذا وجه في البيان نتوجه إلى سيادتكم نحن شركة أمباسي للإنتاج بعبارات الحصرة والأسف لعدم تمكننا من ضمان إقامة الحفل المبرمج اليوم الجمعة المصادف لـ 24 فبري والخاص بالفنانين موح ميلانو جليل باليرمو أمسي ارتزان ودي جي مولاي وعليه قررت لجنة تنظيم تأجيل الحفل إلى 4 مارس وذلك لأسباب خارجة عن نطاقنا يرجى من حضراتكم تقبل اعتذارنا على أمل أن نلقاكم دائما ضمن حفلات ومواعيد فنية تحترم كل قواعد السلامة والأمن وكذا الذوق العام أما فيما يخص استرجاع ثمن تذاكل اقتنىها الجمهور من أجل حضور الحفل يمكنكم عبر اتحاقكم بمصالح المتوجه بالقاعة البيضاوية وشكرا على التفهمهم منكم كاريم خليني برك اني نقول انه هاد الحفلة راح يقام على الساعة الثالثة زوالا باش الناس تعرف يعني كاين بزاف يروحوا على البكري ولا روطار باش يعرفوا انه الحفلة راح يقام في موعده على الساعة الثالثة زوالا وانه راح تكون ضمان المرافقة الأمنية المشددة لتأمين كافة المداخل والمحيط الخاص بالقاعة البيضاوية كل ذلك لضمان سلامتكم وأمنكم يعني راح تكون الحراسة كريم انه قبل ما شفنا هاد الخبر هادك تانيولات الحفلة والناس ما عرفتش عليش الحفلة تانيولات وخرجوا بزاف أقاويل في مواقع تواصل اجتماعي انه الحفل الغياء ولا ترويبورتا لانه ريفكا كان راح يقدم هو راح ينشط الحفل يعني هاد الخبر احنا نقولكم انه خاطئ ما كاش منها ماشي علاجة ريفكا وريفكا هو اللي راح ينشط الحفل يوم أربع عامة سنة يوم السبت ان شاء الله دونك هاد الخبر ما كاش منه وكانت كان شوية أسباب أمنية لكن راح يوفر لكم كامل آمن هذا كان كل من موح ميلانو وجليل باريرمو أعلنوا عن صدمتهم من خلال فيديو نشروه عبر مواقع التواصل الاجتماعي أكدوا فيه انه الحفل اللي كان من المزمع احياءه بالقاعة البيضاوية ألغي وانه استلموا وثيقة من مدير القاعة البيضاوية بحجة عدم توفر الأمن وبين حالة غضب وتعجب أكمل صاحب أغنيت ما شافوهاش وصاحب أغنيت وأنا ما زالني كما بكري حديثهما واعتذرهمها من الجمهور مؤكدين بأنهم لن يبخروا على جمهورهم بأي مستجدات جديدة أو تغييرات في الحفل العلمان من الحفل متما قالت زميلة نيفين راح ينشط من قبل ريفكا نحن نقوله بتوفيق لكامل زنقاوي والكامل الجمهور اللي راح يكون حادفة لكل محبي الزنقاوي